أكد صاحب السمو الملكي لأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن التخطيط المتقن والتنفيذ المخلص وديمومة التطوير يمثل أولوية العمل والحرص المستمر لكافة أعضاء فريق البحرين في مختلف القطاعات وعلى هذا الطريق نمضي بعزم لنواصل كافة مسارات العمل الوطني والتنموي بروح الفريق الواحد وبإرادة مشتركة أساسها المصلحة العليا للبحرين وكل ما يعود بالخير على المواطن ويسهم في رفض أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعا جاء ذلك لدى قيام سموه حفظه الله اليوم يرافقه عدد من أصحاب المعالي والسعادة من كبار المسؤولين بزيارة تفقدية للاطلاع على مستجدات مشاريع تحديث وتطوير شبكات استصريف مياه الأمطار والحلول الموضوعة التي تم تنفيذها للتعامل بفاعلية مع هطول أمطار الخير على البحرين مشيرا إلى ما تم تحقيقه في مجال تصريف تجمع مياه الأمطار في مختلف محافظات المملكة وهو جهد يستحق الشكر والتقدير لما تحقق من نتائج ملموسى داعي سموه لاستمرار مضاعفة الجهود والبناء على ما تحقق على صعيد تعزيز البنية التحتية لضمان جودة الحلول والسدامتها وفق ما يتطلع إليه أبناء الوطن ووجه سموه الشكر والتقدير عند زيارته لمنطقة اللوزي لفريق طوارئ الأمطار وكافة الجهات المعنية التي لم تدخر جهدا في مع بداية موسم هطول الأمطار وباشرة العمل ليلة نهار بكل جد وعزيمة وضعة نصب عينيها خدمة المواطن هدفا لتحقيقه في مختلف الظروف مشيدا بل مشددا سموه على همية مواصلة العمل بذات الوتيرة التي تجسد قيم التفاني والإخلاص والتكامل المجتمعي التي يتسم بها أبناء البحرين في مختلف المواقف وأضاف سموه أن تحسين مستويات الخدمة الحكومية لصالح المواطنين هي عملية مستمرة ولا حد للتميز والإبداع فيها لافتان إلى همية استكمال مختلف مشاريع البنى التحتية في مختلف محافظات المملكة وضمان تطويرها بشكل مستمر ووضع الحلول المستدامة لتصريف الأمطار بما يتماشى مع المتطلبات التنموية ويعود بالنفع على الوطن والمواطنين مشيرا إلى أن كل تحدي يتم تحويله إلى فرص نجاح مستقبلية بأفكار وجهود أبناء الوطن يمثل دافعا نحو تحقيق المزيد من المنجزات التي تصب في الدفع بمسيرة بناء ونماء الوطن نحو أهدافها المنشودة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة